تعد مصر من أوائل الدول التي اهتمت بحقوق الطفل وحمايته من التعرض لأي خطر هذا ما أكدته الدستير المصرية المتعاقبة التي نصت على وجوب حماية حقوقه ورعايته حيث تلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة والسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري لطالما كانت مصر من أوائل الدول التي اهتمت بحقوق الطفل وحمايته من التعرض لأي خطر وهو ما أكدته الدستير المصرية المتعاقبة التي نصت على وجوب حماية حقوقه ورعايته ففي المادة الثمانين من الدستور المصري المعدل للسنة 2019 يعد طفلاً كل من لم يبلغ سامنة عشرة من عمره ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية وتطعيم إجباري مجاني ورعاية صحية وأسرية أو بديلة وتغذية أساسية ومأوى آمن وتربية دينية وتنمية وجدانية ومعرفية وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري ولكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة من عمره ويحضر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي كما يحضر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر وقد توجت تلك المجهودات بتقدم مصر ستة مراكز في مؤشر حقوق الطفل لتكون سامنة والعشرين من بين 194 دولة وفق التقرير الصادر عن مؤسسة حقوق الطفل كيلس رايتسا بالتعاون مع جامعة إيراسموس للاقتصاد والمعهد الدولي للدراسات الاجتماعية للعام الحالي المؤشر يعد أول تصنيف عالمي يقيس سنويا مدى احترام حقوق الأطفال في جميع أنحاء العالم وإلى أي مدى تلتزم البلدان بتحسين حقوق الطفل ومدى التزام الدول بتنفيذ مقتضيات وبنود اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة ويتكون المؤشر من خمسة مؤشرات أساسية وهي الحق في الحياة وحق الأطفال في الصحة والحق في التعليم والحق في الحماية وأخيرا الحق في بيئة تمكينية لحقوق الطفل كاحترام الطفل ومشاركة الطفل وعدم التمييز ترجمة نانسي قنقر